والله الحمد لله موجود كنت أخطط المستقبل بشكل معين الحمد لله أخذت خبرات كويسة في مجال التدريب الحمد لله واشتغلت مع أسماء كبيرة واشتغلت في أماكن كويسة جدا بفضل الله وبدأت في أكاديمية النادي الآلي في الأماراض كنت مدير الأكاديمية لسنتين لأربع فروع فكذا الحمد لله ربنا قرم أن انا برضو اشتغلت في قطاع نشئين سنتين وحققت فين بطلتين الجمهورية وبعد كده ربنا قرم برضو بنقلة مختلفة شوية في الدور الممتاز مع كابتن تابر المصابة في نادي الجونة من الشخصات المحترمة جدا لأنا عنده فكر هايل سعيدني كتير جدا واستفدت منه كتير جدا في نادي الجونة لكن النتائج مساعدتناش في الفترة الأخيرة وبعد كده ربنا قرمني مع اسم كبير جدا في عالم التدريب كابتن حسام البدري طبعا فوق سطيف فوق سطيف في الجزائر الحمد لله دي كانت خطوة تانية وممكن بدأت مدربه ساعة بقى كده بقيت مدرب معاه معاه وكابتن حسان بقى طبعا يعني تكلم ولا حربي طبع طبعا اسم كبير وكان بديني مساحة كبيرة جدا جدا في الشغل استفدت الأمانة بشكل كبير جدا جدا من الفترة دي الحمد لله بدأت تشغل على نفسي أكتر سفرت دبي فترة عادت فترة الحمد لله خدت السيل أساوي الدورات التدريبية اه الحمد لله لان مهما يكون عندك من الخبرات كلاعب ايوه دي رسالة مهمة قوي لا طبعا طبعا لان خلي بقى كبتن أحمد المشكلة عندهم قطع كلامك عندنا هنا في مصر بعض العابة كرة الكدم بيعتمدوا على أسماءهم في مسارته كلاعب وبيفتكروا ان ده كافي لكن المهم دايما انك ازاي اه اسمك كبير كلاعب كرة بس ازاي تطور من نفسك ازاي تكون مخطط لنفسك هدف معين توصل له والله دي مهمة جدا جدا يعني اه الخبرات مهمة جدا كلاعب وبتفرق كتير جدا المدرب اللي لقى بكرة من الدراسة بس لكن الشغلة مهمة جدا والأمانة اكتشفت ده بشكل كبير اوي كمان في دبي في دبي اه يعني احنا بقى لنا فترة هنا الدورات ما كانتش بتتعامل الدورات المداربين ما كانتش بتتعامل الناس الأمانة بيشتغلوا فكر مختلف تماما اه بيحضروا الناس بشكل كويس جدا يمكن انا كمان كان توفيم الربان صلى الله عليه نقدر تعمل اكتر من فترة معايشة وورش عمل مع مدرسة هولندية ومدرسة برازالية في دبي اه الحمد لله كل الحاجات دي بتفرج كل دي خبرات يمكن انا الحمد لله وحمد ربنا ان انا اشتغلت قبل ما اخد خبرات التدريب بمعنى يمكن انا وانا لسه في الديتي سنتين في الاكاديمية اه ممكن يكون الشغل الاداري فيهم اكبر من الفن شوية لكن لما اشتغلت في القطاع ويمكن بشكر كابتن خالد بيبو على الفرصة دي لانه هو اللي اصر الامانة ان انا عشان استفاد اكتر من مجال التدريب الناس اشتغل في القطاع ودول سنتين فيرو معي بشكل كبير جدا اشتغلت مع ناس فسكل واحد تشغل معها تستفاد اكيد 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 انا اشتغلت مع كابتن سيد غريب ده من شخصاتي اللي انا يعني هفضل طول عمري الامانة بقدر له بفضل كبير جدا جدا استفدت منه بشكل كبير وانا بحمد ربنا الحمد لله انا اي حد بشتغل معي بيديني مساحة كويسة او في الشغل تمام ودي اللي بتخليك انت فعلا تتعلم اه او معنى صح هتخلي عندك كبرات لان انت ممكن تشغل مع مدارب كبير جدا ومدكش مساحة في الشغل مش تستفاد حاجة لكن انا اشتغلت مع كابتن سيد الداني مساحة كبيرة جدا السنة اللي بعدها اشتغلت مدير فني والحمد لله حق تبطولها جوا النادي الاهلي ربنا كرمني زي ما قلت في البداية مع كابتن تامي المصطفى في نادي كبير زي نادي الجونا في الدار الممتاز برضو اكيد استفادت منه بشكل كبير جدا الاستفادة الاكبر للامانة مع كابتن حسان البدري خدت معا مساحة امير يعني انا بشكره عليها على الهواء لاني دينا مساحة كبيرة جدا انا نفسي يعني مكذبش عليك لا والله انا كابتن حسان طبعا الاسماء الكبيرة وانا اشتغلت معايا كلاعب هو مدارب في النادي الاهلي لكن في الشغل مريح جدا جدا والله امير بكلم بجد يعني مش بكلم كده لا بدي له حق وفعلا دي حقيقة اصلي الناس خدي بلك عندها انتوا باعا كابتن حسان البدري ايه مدرب اللي مكشر على طول اللي ما يديش فرصة السورة قدامنا هي انت مع كابتن حسان البدري في وفاكستيف اللي هو قراره من دماغه ما بيستسيرش الجهاز المعاون الرجل الجدي على طول جدا 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 فعلا يعني المثلة بتقال ده انك تعرف فلان لا عشرته اه يعني المثلة ده فعلا انا كابتن حسان اشتغلت معاه هو مدرب وانا لاعب لا الموضوع مختلف جدا اللي ما بتشغل معاه في الجهاز هو بصراحة اوه جدا هو بيذاكر اوه انا فاكر كويس منظر المرات رجع على النادي الاهلي بعد ما كان راحل رجع على النادي الاهلي شايفه داخل معاه زي زي فايل كده مليان ورق اكيد هو كان بيحضر اول مرات ليه مع النادي الاهلي انا فاكر كويس جدا يعني فهو من نوع المدربين بيذاكروا اعتقد مصر امير والله احنا اشتغلنا في الجهازة في ظروف صعبة جدا جدا يعني لكن هو ما عندوش كده وعندو ان انا عندي مباراة كمان اسبوع طول الاسبوع بيذاكر الفرقة اللي هلعبها كويس جدا وبحضر للماتشو كويس جدا اه وبيهتم بالتفاصيل كويس جدا فكل الحاجات دي انا استفدت منها تمام الاهم من ده كل نوع فعلا كان بيدينا مساحة كبيرة جدا جدا في الشغل يعني يعني فترة انا سعيد بيها واستفدت منها كتير جدا جدا المساحة اللي بتبقى عبارة عن ايه يا فابتان احمد يعني المساحة اللي بيتمنها اي مدرب عام او اي مدرب مساعد مع المدير الفني عشان يقدر استفاد فعلا استفادة فعليا تبقى عبارة عن ايه اولا ما بيخالش عليك بمعلومة حلو ودي نقطة مهمة جدا ماشي جدا انا انا عايز استفادة انا مش هفضل طول عبارة اشتغل راجل تاني انا او غيري صح لو انا فضلت على طول انت انت مباسون عن الجهاز وكل حاجة وطبعا الرأي الاول الاخر ليك انت كمدير فني لكن انا لما حس ان انت بتستشرني و بتأمني على رأيي او مشورتي او بتأمني على الفرقة معاك فاي قرار انت بتاخله دي دي يعني دي دي مسحة كبيرة جدا في الشغل اا اا لما في نقاش باستمرار اا اين رأيك مين يلعب ايه رأيك يلعب ازاي طبعا رأي الاول اخير one اي هو لكن الكلام ده او النقاش ده نفسه استفادة كبيرة جدا لين لك معلومة لو انا مثلا فيى تمرين معاين اقولك انت في التمرين ده الفيضة الاكبر منه ايه او عشان اين طوره ازاي فلما يقولك كل دي مسحة كبيرة انت بتاخدها لما يجوا أنا لسه في بداية شغلي يجي في مؤتمر صحفي بعد المباراة خليني أنا مثلا اللي أبقى في المؤتمر الصحفي سوي أجل المباراة بعد المباراة دي ثقة كبيرة جدا جدا يعني للأمانة أنا بقولك ثقة كبيرة جدا فكل دي حاجات أنا استفدت منها كل دي حاجات طوارت مني أكتر أوه الحمد لله أنا عندي فكرة خاص بي لكن عشان أبقى مدرب كويس لازم كل حد تشتغل معاه تاخد منه حاجة كابتن تامر مصطفى نفس الكلام كابتن سياد غريب يمكن أقولك ده بداية ومع ذلك بقولك لأ ليه فضل كبير جدا جدا لأنه من الناس المحترمة جدا يعني فكل دي بتزود من خبراتك بقى مع اللعب اللي أنت خبرات اللعب بإضافة لدورات التدريبية اللي أنت بتاخدها دي برضو حاجة مهمة جدا طبعا